بسم الله الرحمن الرحيم طارق علي مترشحا دائرة مدنين الشمالية رقم 2 بداية أشكر كل من ساهم في انتخابي وأشكر أيضا كل المترشحين في الدور الأول نحن عائلة واحدة نجاحي نجاحكم وبرامجكم من برامجي عهد علي الحرص على تنفيذها نعلن تبنين المطلق لكل مشاغل سكان مدنين خاصة مدنين الشمالية المشاغل العالقة والمستجدة خاصة مشكل الماء الصالح للشراب فسكان عديد الأحياء يعانون من ضعف من سوب الماء صيفا وشتان سنتواصل مع الصلط المختصة لتفديل الصعوبات وندعوها لربط الشبكة بقنوات تحلية مياه البحر عند انتهاء مشروع الزارات مع تفعيله يعتبر حلا جذريا للمياه الموجهة للنشاط الفلاحي على أثر ذلك ندعو إلى تسهيل حفر الآبار وإنشاء جمعيات المائية والإصراع بإنقاذ الفلاحة بالجهة ومن المشاغل التي نحرص إلى إيجاد حلول لها المنطقة الصينعية بتاجرة بمزيد تفعيلها وتشجيع الاستثمارات الدولية خاصة مع الأشقاء الليبيين التي ستفتح أفاق للمرأة الريفية في مجال التشغيل نتبنى أيضا مشكل حفظ الرعاية الصحية بالمستوصفات من نقص في الأدوية وعديد المشاكل الأخرى وسنسعى إلى وجود إيجاد حلول لها سنحرص على إقناع التقاط الطبية في طب الاختصاص من أبناء الجهة بالرجوع إلى مدنين للاستفادة من خبراتهم طبيا وأكاديميا لإحياء مشروع المستشفى الجامعي بمدنين ويبقى الهاجس هو حل مشكلة البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهائد العليا ونولي الفئات المسنة والعائلات المعوزة وأصحاب الاحتياجات الخصوصية الاهتمام اللازم بضرورة تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بتقريب الخدمات الإدارية من هؤلاء وتقديم بعض هذه الخدمات بمقرات السكن كالبريد والصحة وسنسعى إلى تجديد أسطول النقل بمدنين وحلحلة مشروع السكة الحديدية التي وقع دفنها مرتين لإحيائها مع الشركاء الجدين في خدمة الجهة وفي الختام نشكر كل أهالينا بمدنين ونعاول عليكم في هذه المحطة الانتخابية التي تحتاجها تونس التي تعيش مرحلة انتقالية لم يعد فيها للتجارب السياسية مجال فتونس اليوم تحتاج إلى خبرات اقتصادية وميدانية تنهض بها ونعيدكم أننا لن نكون تحت أي راية مهما كان لونها والولاء لتونس وشعبها فقط وما توفيقي إلا بالله